نعلن النصر المؤذر لجميع العراق بعد مرور كل هذه الفترة على إعلان الحكومة في بغداد استعادة محافظة نينوى ما زال سكان المحافظة يتعرضون لممارسات مستفزة من ميليشيا الحجد والقوات المنتشرة في مناطق المدينة مما دفع الأهالي إلى إطلاق نداءة استغاثة لإنقاذهم وأكدت مصادر من داخل مدينة الموصل أن موضوع الأتاوات في الموصل بات أمرا عاديا ومن يعترض سيتهم بأنهم من المتعاونين مع تنظيم الدولة الشكوى لم تقف عند الأهالي بل انتقلت إلى التصريحات الرسمية فقد كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربة أن بعض الجهات الأمنية تبتز مكاتب الصيرفة والمحالة التجارية مؤكدا أن التفجير الأخير الذي استهدف مطعما شمال الموصل وأدى إلى مقتل وإصابة 38 شخصا كان عبارة عن محاولة ابتزاز بعد أن طالبت جهات أمنية من صاحب المطعم مبلغا ماليا بشكل شهري إلا أنهم تنع عن تسليمه فوضعوا المفخخة بهدف تهديده وهما أكده أيضا قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري والذي نفى مسؤولية تنظيم الدولة عن التفجيرات الأخيرة في الموصل والقيارة مؤكدا أنها كانت من قبل عصابات ابتزاز متنفذة ولأسباب سياسية واقتصادية من جهته أكد النائب عن نينوى منصور المرعيد أن بعض الجهات السياسية فتحت مكاتب استثمارية لها في محافظة نينوى بهدف استغلال أهاليها والاستفادة منهم ماديا محملنا الحكومة في بغداد مسؤولية ما يجري بينما ذهبت النائبة جميل العبيدي إلى أبعد من ذلك بالقول أن الميليشيات المتواجدة بالمحافظة بدأت تضع عينها لسيطرة على أبار النفط والوزارات التي تدر المليارات محذرة من خطورة تعدد القرار الأمني ووجود ميليشي الحجد والميليشيات الأخرى التابعة للكتل السياسية ومحاولة كل طرف فرض سيطرته ممارسات الميليشيات التي يتعظم دورها يوما بعد يوم ما تيهدد أم الربيعين في وجودها ففي وقت يسعى أبناؤها إلى لملمة جراحهم ثم تمن لا يريد لهذه المدينة أن تعود لسابق عهدها ويسعى لاستغلالها ونهبها بأبشع الطرق